شاهدين الكرام أصعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى تفاصيل أولى نشراتنا المحلية تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك ببريزينا ولاية البيض أتبعينا للمديرية الجهوية للأغوات من حجز قنطار و24 كيلوغرام من الكيف المعالج العملية جاءت تثرة مطاردة لسيارة من نوع هيليكس رفض سائقها التوقف على الطريق الولائي ربط بين بريزينا والأبيض سيد الشيخ كما سمحت كذلك هذه العملية بتوقيف المهربين لذانيا حدراني من ولاية تمنرست وحجز هواتفهم النقلة في موضوع آخر تعتبر مدرسة حمود الميلود من أقدم المدارس القرآنية بيتيارة التي يرتدها العشرات من الأطفال والشباب هذه المدرسة بحاجة للعناية أكثر من طرف المحسنين وكذا من طرف أصحاب المسؤولية لتجهيزها حتى تتمكن من مواصلة دورها في الحفاظ على الموروث الديني للمنطقة التغطية لديار بن داود بهذه المدرسة القرآنية العتيقة بجنوب ولاية تيارة والتي يرجع تاريخها لخمسينيات القرن الماضي يجتمع كل يوم من شهر رمضان العشرات من طلاب وحفاظ القرآن الكريم ومن شرائح عمرية مختلفة غايتهم التنافس من أجل حفظ كتاب الله فتحت هذه المدرسة أبوابها في الخمسينيات في بداية الخمسينيات إبان الاستعمار الفرنسي أني كانت هذه البلدية كما نقول الشبه مظلمة لما كانش فيها تعليم القرآن الكريم لذلك ارتأ أصحابها أو أهل هذه البلدية بأن يحذر شيخا من المشائخ لكي يعلم أبناءهم فبأدوات بسيطة يحذر الطلاب لوحات الحفظ أين تدون عليها الآيات القرآنية بالترتيب وباتباع إرشادات معلم القرآن يمحوا التلاميذ هذا ليس طالب واحد كل طالبة هكذا يمحوا اللوحة ثم بعد ذلك يكتبوا الثمن الجديد الحزب الجديد نقوله المحيا يقراها في رأسه يقراها مع أصحابه والمشيخ طريقة هذه الحزب الجديد يقعوا دراسه في الذهن لهذه الطالقة من أحسن طرق ومن أراد أن يحفظ كتاب الله عز وجل فعليه بهذه الطالقة طريقة المشائخ اتصال روحاني يجمع الطالبة وشيخه في غاية وحيدة تتمثل في البحث الدائم في طرق تلقين الحفظ حتى يسهل على الطالب تحقيق الغاية المرجوة في حفظ ستين حزبا كاملا طالب في المدرسة القرآنية عند 20 حزب أتمنى أن أخطب كتاب الله وعندي 45 حزب إن شاء الله نطمح إن شاء الله لستي نكمل فطرق تحفيظ القرآن لا تزال متجدرة هنا بالمجتمع التيارتي حيث لا زالت قراءة القرآن مطلوبة ومنتشرة في الكثير من المناسبات الدينية ويجسد معناها كل يوم الطفل الصغير قبل الكبير يروي عم سعيد الذي تجاوزها سنها 60 سنة قصته مع صيانته وتركيب واخر سيد السماك بميناء بوالديس بجيجل في هذا تقرير لأيمن عبد الرحيم وأنغام يصرح ميتوش في ورشته المتواجدة بميناء بوالديس بجيجل ينكب عم سعيد صاحب الستة والستين عاما في صناعة وتركيب قوارب الصيد الحرفة التي بدأها منذ سن الخامسة عشر قصة عم سعيد مع قوارب صيد السمك بدأت في الجزائر العاصمة حيث أخذ الحرفة على يد الأجانب ورشة عم سعيد يقصدها أصحاب القوارب من ولايات عديدة لصيانة مراكبهم حيث نجد في ورشته جهة مخصصة للنجارة وأخرى لإعداد الخشب وبجانبها ورشة للصناعة والتركيب نعمل معي بارتو من النباب من القالة من السكي قدام نقولهم بجايا نجيو مسكي قدام نجيو بالبحر يأتوني جيب دو لأن الريد الفكين لدينا الشانتينافر تعمل سعيد هذا إنه شانتي سيري يترابي بي يعمل 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 ويصارع أصحاب هذه الحرفة لحمايتها من الاندثار بعد أن اشتحتها التكنولوجيا المتطورة ومصانع الشركات الكبرى التي اقتصت في صناعة القوارب محليتنا لنا